السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم الله بالصف الثالث الاعدادي والنهاردة زي ما احنا شايفين هنكمل مراجعة الجرامر اللي هو السؤال الخاص بري رايت في الانتحان على يونت سيرتين وفورتين وففتين احنا اخر فيديو كان الوحدة العشرة والحداشر والاثناشر والنهاردة بنكمل فيديو التاني وان شاء الله بعد كده في فيديو اخير على اخر تلتة يونت ونبدأ نقول باسم الله طبعا الواحدة التلتاشرة كنت بتكلم على ال sized speech لكن فيه الاسئلة لكن فين تحويل السؤال من direct لقية report طبعا الجمل كلها معظومة عبارة عن نعمل اسئلة سؤال بيبدأ بفعلي مساعد اللي هو كلمة هل اللي هو جبته يسوينون يعني وسؤال بيبدأ ادات استفهام وده تحويل وده تحويل فنركز بعدها يا شباب الأم قالت هل هتسافر لأسوان بالطائرة يعني عايز كلمة وندرد اللي هي تساءل اللي هي بتساوي كلمة أسكد طبعا برا الأقواس بنحول فعل القول هو طلب مني إيه؟ وندرد ما بيجيش بعديها مفعول به يجي بعديها السؤال مباشرة يعني يبقى ماذر بعدنا نقول وندرد أول من اللي نلاقي هنا فعل مساعد مش قد استفهام بربط بكلمة اسمها اف او كلمة اسمها ايه؟ لوكم عارفينيه الكلام ده هل بس بنراجع يا شباب بنعمل كده يبقى هنربط بكلمة اف وبعد بيبدل الفاعل مكان الفاعل مع تغيير الضمار والأزمنة يعني كلمة يو دي عايدة على مين؟ عايدة علي أنا عشان يقوم بتسألني يبقى اف اي ونقول تخليها ايه؟ ودايمة بنبدل ضمار والأزمنة ونبدل كمان الفاعل مكان الفاعل عشان الجملة يبقى جملة خبارية يبقى الجملة ازاي يا شباب يبقى نجابة كده الامة سألت يبقى اول قاعدة عندنا لما يكون السؤال داخل الأقواز بيكون بدأ بفاعل مساعد مش قد استفهام نرد بكلمة اسمها اف او كلمة اسمها ايه؟ هنجيلها كمان شوي وبعد انجوه الأقواز بنعمل ايه؟ بنبدل الفاعل مكان الفاعل بدلنا يو باية ايه؟ وايه باية ايه؟ وعملنا مقصة كده يا شباب عشان نخليها جملة خبارية اصبحت فاعل وفاعل وكملنا الجملة للآخر نروح على السؤال الثاني هنا بقى سؤال باية استفهام سونيا سد متى سيغادر التوبيس اللي جاي؟ قادم يعني عايزين كلمة ايه؟ اسكت يبقى سونيا اسكت وبعدين بننزل أدات الاستفهام زي ما هي ونبدل الفاعل ده كله مع الفاعل ده الفاعل اللي هو ايه؟ زي نكست بس وإيز نبدلهم ونحول ده ماضي يبقى عندنا وين زي نكست بس ووز ليبين يبقى عندنا الإجابات زي شباب سونيا اسكت وين زي نكست بس ووز ليبين عملنا ايه؟ سونيا وحولنا سيب باية اسكت او طالبها بره هنا ونربط ده نفس أدات الاستفهام لأن هنا في أدات الاستفهام نستخدمها أما لو كان فاعل مساعد بس زي ويل هنربط بكلمة ايه اف ده فاعل بدلناهم مكان بعض وحولنا الفاعل المضرع اللي ماضي يبقى زي نكست بس ووز ليبين نروحها الجملة الثالثة آية مونة اسكت تقول لها بواقب يعمل ايه؟ او شغل ايه آية طبعا هنا تحويل هنبدأ مونة اسكت لأن ده سؤال يبقى مونة اسكت مين آية؟ يبقى مونة اسكت آية هننزل نفس أدات استفهام يبقى وط عيدة على آية أبوها يعني يبقى هير فاضر ها نحول بقى هنا كلمة دون خليها ايه؟ دي بقى الجملة زي عندنا ها مونة اسكت آية وط هير فاضر ايه؟ دي تحولنا الفعل المضارع الى فعل ايه؟ مواطم دو يو هف دينر بفور يوسليب مهن؟ او ماهر؟ فاضر اسكت او فاضر اسكت بيسأل مين ماهر؟ بقى فاضر اسكت ماهر هنا فعل مساعد مش لها استفهام مروض بكلمة اف في الجملة العادية بنبدل الفعل ما كان الفاعل زي هنا مثلا زي كلمة وليو بقت ايه؟ بقت ايود لكن لما يكون فيها عندنا كلمة دو او داز او ديد احزفهم خالص من الجملة وحول فعل الجملة الاسدة الى التصريف ايه التاني لما تلاقي كلمة دو او داز نحول ايه تصريف تاني على طول اما لو كانت كلمة ديد بنحول الماضي تام نخليه هاد وتصريف تالت هنا كلمة دو هنحزفها خالص يبقى اف يو دي عايد على مين؟ على ماهر يبقى اف هي هاف تبقى ايه؟ هاد دينر بفور هي ماضي برضو بيقى الجملة كده فاضر اسكد ماهر ده بره الاقواس خلاص اللي ربطنا بكلمة اف عشان هنا في فعل مساعد يا شباب مش انها تستفهام وبنحزف كلمة دو او داز ونحول الفعل اللي بعد يوم هاف ده بقى ايه؟ هاد دينر بفور لان كلمة يو ضمير تاني عايد على مين؟ على ماهر بقى ايه؟ بقى هي وبعدنا نحول فعل ايه؟ ماضي سليبتي بها الجملة فاضر اسكد ماهر اف هي هاد دينر بفور هي سليبتي يبقى احنا جوه الاقواص بنغير ايه؟ بنغير ازمنة وضمائر وعلامات الازمنة اللي موجودة زي يسر دي وتمور وهكذا الزابط قال متى او اين حدثت هذه الحادثة؟ او اين وقعت الحادثة؟ عايزنا بوانت تونو وانت تونو بتسوي اسكد برضو يبقى هنحزف كلمة سيد نخليها وانت تونو يبقى وانت تونو وهننزل زي ما هي كلمة وير ونحزف تماما زي ما قلنا من شوية كلمة ديت ونحط مع الفعل هابندة هاد هابند ليه؟ عشان ديت ماضي بسيط وانحنا بنحول الادم يبقى ايه تاني يبقى هنقول جبنا هاد منين؟ لما حزفنا كلمة ديت وهي ماضي بسيط حولنا زمن الجملة كله الى ماضي ايه تاني هل تحب الطعام المصري؟ المرشد سأل مين الساعة عايزنا بكلمة اسكد زي ما انتفقنا برا الاقواس هنا هوت هنحول سيد ولا ايه اسكد دايما تقسم جملتك نصين خارج الاقواس وداخل ايه الاقواس؟ خارج الاقواس بنلعب بس على فعل القول ده اللي هو كلمة ايه؟ سيد تو يبقى هنا كلمة دو هنحزفها زي ما قلنا ونحط مكانها اف يو دي عايدة عالسائح يبقى ايه؟ هي او ممكن شي براحتك ونحول الفعل التصريف التاني يبقى liked the Egyptian a fool بقى الجملة زي جايد اسكد زي توريست if he liked the Egyptian a fool نمبر سيفن why do you smoke عادل؟ لماذا تدخن يا عادل؟ زي دكتور اسكد هبدأ بكلمة زي دكتور اسكد بسأل مين عادل ونحزف كلمة دو وننزل ويزا ما هي ونخلي you دي عايدة العادل يبقى هي ونحول ده فعلا ماضي يبقى زي الدكتور اسكد عادل why he is smooth زي الدكتور اسكد عادل why he is smooth يبقى اللعبة سهلة يا شباب للافعال المساعدة كلها ام ويز وار وزو وير ووا وغيره وغيره بنعمل مقصة كده ونحول ازمان الماضية المعادة do او does او did بحزفهم تماما من من الجملة ونجيب الزمن ايه؟ الاقدم لما نلاقي do does يبقى هنحط ايه ماضي بسيط لقينا كلمة did هنزود هاد وتصريف ايه تارت نخليه ماضي تامي يعني الوحل اللي بعدي can you play the guitar نبيلة اسكد مونة اشتغل بكلمة if هو هنا قطر خيره من يدينا الربط جاهز بكلمة a if اللي هي بتساوي كلمة ايه وقلنا من شوية weather يعني معنها ايزا برضو يبقى نبيلة اسكد مونة if ونجي هنا هنعمل مقصة كده صغير you جاعدة على البنت اللي اسمها نبيلة او سوري اسمها مونة يبقى ايه if she كانت بقى ايه في الماضي could play the guitar يبقى الجملة نبيلة اسكد مونة if she could play the guitar عادل ستة وحسن عادل بيقول لحسن will you watch the match tonight نفس الكلام عايزانها بweather weather هي هي كلمة if اللي هي بتحط فين حط في بداية الاقواز كده بعد حزب الاقواز يعني بنحط عندنا if هنا في الربط يبقى هنقول عندنا عادل اسكد حسن لان ده سؤال weather you دي عايدة على حسن يبقى he ونحط والت خليها ايه ودائما بنعمل هنا مقصة كده ونحول ضمائر وازمن يبقى عادل اسكد حسن weather اذا he would watch the match كلمة tonight لها تحويل tonight تحويلها that night زي كلمة today تحويلها that a day يبقى الجملة بتاعتنا عادل اسكد حسن weather اللي هي بتسوي if he would watch the match زي ايه what is the fastest way to capital bank اي اسكد انا سألت ايه اسرع طريق ليه capital bank bank اسمه capital العاصمة يعني اسمه ايه capital bank يبقى اي اسكد هننزل ادات الاسفان زي ما هي وزي ما قلنا بقى اي فعل مساعد غير دوء او داز او ديد بنبدل مع الفعل نعتبر كل ده فعل اللي هو the fastest way to capital bank ونجيب is دي في اخر الكلام هنا ونحللها في الماضي نخللها فين في الماضي يبقى اسمها was فالجملة كده اي اسكد what the fastest way to capital bank ايه ووز لها حل تاني اي اسكد what is the fastest way was to capital bank اهم حاجة نحول كلمة از تخليها ايه ووز تحول ازمنة وضمار زي ما قلنا محمد ست وصارة محمد بيقول لصارة وقال لصارة will you help me with my homer ممكن تساعديني في وجبي اشتغل بكلمة اف عشان هنا السؤال يبدأ بفعل مساعد يبقى محمد اسكد صارة محمد طلب من صارة نحط كلمة if you دي عايدة على البنت يبقى if she والتبقى ايه would help me دي عايدة على محمد عشان هي هتساعده هو يبقى him with وجبه هو his homework يبقى الجملة محمد اسكد صارة if she would help him with his a homework بنغير دايما جوه الاقواس ضمائر وازمنة وعلامات الازمن فين الضمائر كلمة you فين الازمنة كلمة will وهكذا rana said where is the past office نفس الكلام عايزينها wanted to know يبقى rana wanted to know بنربط بنفس ادات الاستفهام يبقى where كلمة is d هناخدها كده نحطها فيهم في اخر الكلام ونخليها ايه was يبقى where the past office was بالجملة rana wanted to know where the past office was في الامتحان العابها دايما لكنها لعبة بنبدل ايه مكان ايه بنبدل الفعل مكان الفاعل ونحول في نفس التوقيت هنبدل الازمنة من الاحدث الاقدم من المضارع للماضي من الماضي للماضي التاني when will the sleeper train arrive in aswa متى سيصل قطار النوم الى اسwa one of the tourist asked هبدأ بالجملة دي يبقى one of the tourist asked وننزل كلمة win تمام فين هنالفاعل the sleeper train يبقى الاول نبدل الفعل دا well مع sleeper train يبقى win the sleeper train والتبقى ايه would تمام arrive in a اسwa يبقى الجملة one of the tourist asked when the sleeper train would arrive in aswa نروح على number 14 will it train tomorrow احمد هل ستمطر غدا يا احمد عادل اسكت او اسكت عادل عادل بيسأل احمد بيقول له هي بكرة هتمطر يبقى عادل اسكت اسكت مين احمد will هنا فعل مساعد نروض بكلمة if او weather ونبدل it مع will ونبدل وننخليها ايه would بنبدل فاعل مع فاعل ونحول الفعل الماضي يبقى if it would rain طب كلمة تمورو دي من علامات الازمنة ونحن تعلمات الازمنة لها جدول تحويلات تمورو اسمها ايه the following day the following a day يبقى عادل اسكت if it would rain the following day او ممكن نقول عادل اسكت مين احمد هنا if it would rain the following a day when will you return from london متى ستعود من لندن my friend اسكت بيسألني انا اكيد بيقول لي انت امتى هترجع من لندن يبقى my friend اسكت مين me سألني انا او ممكن my friend اسكت وبعدين when ونبدل يودي عيد علي انا يبقى when i would return from a land my friend اسكت when i would return from a land نروح على number 16 رانا ستة ونهلة which school subject do you like most المادة اللي بتحب بيها قوي فعملين بيسأل رانا يبقى رانا اسكت نهلة which school سبجكت زي ما هي كل ده زي ما هو وبعدين يو عيدة عالبنت يبقى ونحزف كلمة دو زي ما اتفقنا ونخلي like a like دي بقى الجملة رانا اسكت نهلة which school subject she liked a most دايما لما نلاقي do أو does أو did احزفهم تماما من الجملة وحاول الفعل اللي بعديه من الاقدم do does اللي بعديه من الماضي بسيط وكلمة did نحاول اللي بعديه إلى الماضي ايه تاب بالجملة دي متحولها جهزة دي عايزنا نرجحها زي ما كانت تني ايه دايريكت the teacher said to me خلي بالك بقى عشان فينا شوية bank tuition كده وعلمات ترقيم خلي بالك منه the teacher said to me وهنعمل هنا comma وهنفتح speech marks فين السؤال why جات من اين كلمة had يبقى اكيد السؤال كان في كلمة did يبقى why did ايه اصلها ايه دا كان بيكلمني انا يبقى why did you ونحط مصدر arrive late لان كلمة do او does او did في السؤال بعديه من مصدر يبقى الجملة ازاي the teacher said to me عملنا كما ركز قوي وعنفتحنا speech marks why اللي هي عندنا موجودة هنا جبنا من كلمة did لان الفعل دا متحول اصله من ماضي بسيط اللي هو كان كلمة did واي عيد علي انا رجعتها ايه المدرس بيقول لي انت تأخرت ليه يبقى why did you arrive a late number 18 why do tourists like the red sea said the TV reporter the TV reporter asked يبقى المزعب يسأل الليل في السياح بيحب البحر الاحمر يبقى the TV reporter asked بعد ان كلمة why زي ما هي احزف كلمة دو خلاص بعد ان tourists زي ما هم like تبقى liked عشان بنحول ماضي the red sea يبقى الجملة كده the TV reporter asked why tourists like the red sea can i get a return ticket رامي سيد wither رامي بيقول ممكن احجز تذكرة زهاب وقياب عايز انها بوذر اللي هي اف يعني يبقى رامي سيد رامي قال wither هنبدل اي دي عايد على رامي هو اللي بيحجز بقى he وكانت بقى ايه could وكمل get a return ticket بقى الجملة كده رامي اسكت whether he could get a return ticket اللعبة هنا سهلة جدا يا شبال ما يكون فاعل مساعد ابدل الفاعل المساعد مع الفاعل وحول الفاعل المساعد الى الماضي can you answer the difficult question نبيل ممكن تجاوب على السؤال الصعب يا نبيل our teacher said هنخليها our teacher asked تمام يبقى our teacher asked طبعا كان فاعل مساعد هربط بif يبقى if نبيل هنا او الهي او if نبيل could answer the difficult a question بقى الجملة كده our teacher asked نبيل if he could answer the difficult a question لعبة سهلة جدا واعتقد كده خلاص اتقلناها اي فاعل مساعد غير do او does او did بنعمل مقص كده ونحول الفاعل مكان الفاعل ونحول الفاعل المساعدة للاقيه ماضي where are you going in the summer holiday رايح فين في اجدد الصيف امال اسكد اسكد من her sister يبقى امال اسكد her sister where زي ما هي تنزل ونبدل الفاعل ده مع الفاعل ده امال تسأل اختها اختها مفرد ومؤنس يبقى الشي والماضي بتاع ار ايه عشان مفرد ووز يبقى where she was going in the summer holiday يبقى الجملة امال اسكد her sister where she was going in the summer ايه holiday اخر جملة عندنا did i watch the film the cinema yesterday منال اسكد her friend منال سألت صاحبتها يبقى منال اسكد her friend اللي اسمها ايه بتسعى لحد اسمه اية بقى يبقى منال اسكد her friend did هنا هنحزفها ونحط اف وعنين اية كلمة تبقى ايه اتفاقنا لما لقى كلمة ديت احولها الى ماضي تاني يبقى هاد ووتشد يبقى اف اية هاد ووتشد زا فيلم لها تحويل اسمها ايه يبقى الجملة كده منال اسكد her friend منال سألت صاحبتها هي اية شافت الفيلم في السينما مبارح يبقى اف اية هاد ووتشد زا فيلم ات سينما زا دي ايه بفور دائم بنحول ازمنة وضمائر وعلامات الازمنة وروح على الوحدة اللي بعديها الوحدة الاربعتاشر اللي كان بتتكلم على الاكتف والباسف وكان زمن واحد اللي هو present perfect او المضارع ايه التام تعال ننجرب كده اول جملة نشرح عليه heba has written a letter to Dina heba كتبت خطاب الى دين ازاي نحول الجمل بتاعت المضارع التام من اكتف معلوم الى باسف نقسم الجملة ثلاثة اجزاء رئيسية فاعل اللي هي هنا heba وفاعل اللي هو هنا written وobject مفعول به اللي هو ايه letter ونبدأ بالمفعول به اللي هو a letter ونحافظ على زمن الجملة سواء بهاز او بهاف ونجيب من عندنا الكلمة الجميل اللي ليسمها ايه بين يبقى كده a letter has been written to mean to Dina يبقى الجملة كده a letter has been written to Dina عايز تقول بقى مين اللي بعد تقول باي فولان في الاخر باي هبة باي هير باي هم وهكذا they have done all the housework نفس اللعبة هنقسم الجملة تلات اجزاء they فاعل done فاعل all the housework مفعول به نبدأ بالمفعول به اللي هو يبقى all the housework وخلي بالك اي كلمة فيها وورك كده مفرد مش هينفع هاف يبقى صح ايه هاز ما هو اما اما هاف اما هاز حسب المفعول به هنا مفرد يبقى ايه هاز وما اللي هنا هفل ليه مستر عشان they جمع فاعل لكن انا هنا باتكلم على المفعول به يبقى all the housework has ومن عندك انت كلمة وكلمة عايز تقول بقى من اللي عمل تقول مش عاوز تقول اقف لحد كلمة ايه تامر لسه حالا مخلص انطلاق او دهان القضاء بتاعته عايزين بيشتغل بهاز هو الراجل قطر خير وهنا حلها لنا يعني يبقى هتقسم الجملة ادي الفاعل تامر ودي الفاعل ودي المفعول به يبقى هاز عشان مفرد ونجد عندنا ايه يبقى واحد يقول لي بس هو حالة هاز من وراء بعضة اقول هاز بنت قلنا لا لان جاست دي ما كانها فين بعد كلمة هاز على طول او هاف فهنفسرهم بكلمة ايه جاست هي عملت كل المهام والوظيف المطلوب منه اشتغل بكلمة ادي الفاعل ودي الفاعل ودي المفعول به جمع خلي بالك مش عايز بقى هاز بقى تبقى ايه عايز تقول اش عايز تقول خلاص الجملة منفية يبقى نحولها برضو نفي فين الفاعل ندا فين الفاعل فين المفعول به يبقى الأرضية منفية برضو عشان مفرد يبقى وانا عندنا كلمة زلزال الزلزال الزلزال ضمر بعض المباني فين الفاعل فين الفاعل دمجد هبدأ واخلي بلك انا هم جمع مباني عشي هينفع هازي يقول ايه وبعدين بين دمجت او من غير باي يبقى بعض المباني اتلفت او دمرت هنا بقى سؤال ازاي نحول السؤال تعال اقول لك كده طريقة سهل احفظها بابدأ بهاب او هاز وبعدين المفعول به وبعدين بين وتصريف ايه تالت احفظ كده معي عشان احول سؤال صح يبقى هاف وهاز وبعدين مفعول به مش فاعل وبعدين بين تصريف ايه تالتا عنا جرب得 بترقى دي هنا هاف they planted any trees in the park yet فان هنا المفعول به trees صح كده يبقى كده هاف اني trees been planted in the park yet بجملة كده هاف مفعول به in the trees وبعدين بين من عندنا planted in the carbon ناس هناك المباس ايت مفروض نحط هناك الميت يبقى المفعول به بتحطي هنا بعد ايه? بعد الفعل المساعد في تكوين ايه? السؤال المبني للمجهول. يبقى لما احب اكون سؤال مبني للمجهول مضارعة تام. هفو هاس. مفعول به. وعن كلمة بين دايما موجودة. سواء في الاسبات او في النفي او في السؤال. ثم تصريف ايه تالت. نروح على الجملة. رقم تمانية. رشا هز نت سنت ذي ايميل زيت. ابدأ بكلمة ذي ايميلز. بقول ذي ايميلز. وده جمع. مش اقول بقى هزنت. اقول ايه? هفنت. ومن عندك انت اجيب كلمة ايه? تمام بين. وبعدين سنت يت. يبقى ذي ايميلز. ها نوت بين او هفنت يعني بين سنت ايه يت. ايجيبت هاز وان. مصر كسبت المسابقة الدولية. كلمة انترناشنال كومبيتشن. المسابقة الدولية. اشتغل بكلمة هاز بين. فين هنا الفاعل? ايجيبت. فين الفاعل? وان. فين المفعول بي? زي انترناشنال كومبيتشن. هبدأ بكلمة زي انترناشنال كومبيتشن بعدين هاز بين وان. هقول كده المسابقة تم الفوز بيها. هنا جملة نقصة. يبقى هنا مضطل اقول ايه? باي مين? ايجيبت. يبقى الجملة كده. هاز بين وان باي ايجيبت. هو بالفعل عمل الواجب بتاعه. او هو بالفعل عمل اعمال المنزل بتاعته. يبقى هنا اقول اعمال المنزل تم عملها بالفعل. يبقى الجملة ازاي عامدنا بسرعة كده. ها. زي هاوس وورك تمام. ها. هاز تمام. بين ولا هاز اريدي بين? هاز اريدي بين ضن. يبقى الجملة كده. زي هاوس وورك هاز اريدي بين ايه? ضن. يعني اعمال المنزل بالفعل ايه تمت. عايز تقول باي باي هم. هاز نوها جاست وورك زا ديشز. حال انوها خلصت خلاص. غير يصير الاطباق. عايز انا بكلمة هاف. ازاي تجي كلمة هاف? اصلي حاب نلعب عن ما فعل بيه اللي هو ديشز. يبقى اقول هاف زا ديشز. وبعدين بين. ها. وورك ده. باي مين? بينوها لو عايز تقول بينوها. بجملة. هاف زا ديشز. عايز تقول جاست هنا يا شاب سوري. هاف زا ديشز جاست بين ايه? وورك. هاف زا ديشز جاست بين وورك. مروة هاز انت ريتن زا لسن يت. قملة منفية. يبقى زا لسن مفرد يبقى هاز انت ومن عندك انت كلمة بين وبعدين ريتن يت. زا لسن هاز انت بين ريتن ايه? يت. الجملة متحولة جاهزة. الجملة اعطيت الى التلاميس كثيرين عن طريق مين? مدير المدرسة. امين اللي اعطى المين? رجع الجملة الاصلها بقى ازاي? نخليها فاعل وفاعل ومفعول. زا تيتشر والجملة مدرعة تام يبقى هاز تصريف تالت جيفن اعطى اعطى ايه بقى? الجواز للطلبة. يبقى برايزز تو ستودينت او تو ستودينت. بالجملة كده. هز جيفن برايزز تو ميني ايه? ستودينت. نمبر فورتين. هما سموا الولاد ايه? يبقى ماذا سميها هذا الولد. عايزنا بهاز. عشان هنا نتكلم على المفعول به. البيبي مفرد. يبقى كده هو. what has the new baby been called? what has the new baby been called? someone has written notes in my diary. في حد كتب بعض الملاحظات في المفكرة بتاعتي. عايزنا هنبدأ بكلمة نوتس. مفعول به. يبقى نوتس جامعة. يبقى نوتس هاف بين ريتن ان ماي دير. الجملة. نوتس هاف بين ريتن ان ماي ايه? دير. نروح على نمبر سكستين. اففتين يير اول بوي هز وان زبرايز. في ولد وعنده خمسارة سنة. كسب الجايز. ابدأ ببرايز. يبقى زبرايز. هز بين وان باي اففتين يير اول. او زبرايز. مفعول به. مفرد يبقى هاز. وعندنا كلمة بين. تصريف تالت وان. بقى الجملة كده. زبرايز هز بين وان باي اففتين يير اول. ماي ماثر هزن تورد زدشز يت. الام لم تغسل. اطباق حتى الا. يبقى الاطباق لم تغسل. زدشز. جمع. مش هيفع هازل. تبقى ايه? هافنت. ومن عندك انت كلمة بين. وبعدين واشد يت. زدشز. هافنت بين واشد يت. في خطط تم عملها. تم وضعها. بواسطة المدرس للريحلة اللي جاي. الجملة دي متحولة جاهزة. فيه شايفة كلمة هبن هنا معمولة هي. يبقى زدش ايه? نخليها مضارعة تام بس مابني للمعلومة. يبقى هاز. عمل هو. ها? بلانز ليه? يبقى الجملة. زدش هاز ميت بلانز. المدرس عمل خطط للريحلة القادم. نروح على نومبر نينتين. عركولوجستيس. علماء الأثار have found an ancient building in desert. ابدأ بكلمة an ancient building. مبناء اثري. مفعول به. يبقى an ancient building مفرد. شايف هنا في هاف عشان جامع لك. اندي مفرد. يبقى هاز. وبعد من عندك انت been found in the desert. يبقى الجملة. يبقى نقول an ancient building has been found in the desert. يبقى الجملة كده. an ancient building has been found in لقد جمعنا نقود كثيرة لأجل الجامعية الخيرية يبقى النقود الكثيرة جمعت يبقى lot of money مفرد خلي بالك أن money مفرد يبقى has been collected تم جمعها for the charity يبقى الجملة كده lot of money has been collected for the charity they have planted trees along the river هم زرعوا أشجار بطول النهر على دفاف النهر يعني ابدأ بكلمة trees يبقى trees اللي هي الكلمة دي جمعة يخلي بالك يبقى have been planted along the river we have been planted along the river نروح على الوحدة الأخيرة اللي هي هاي الخماصطاشر النهاردة يا شباب قواعد if الحالة الكام التانية كل النهاردة عندنا الحالة التانية الحالة التانية بتتكون من ايه if وبعدين ماضي بسيط مصبت أو منفي يعني تصريف تاني أو نفيو زي كلمة didn't زي كلمة couldn't زي كلمة wasn't زي كلمة weren't وبعدين من ناحية التانية بنلاقي كلمة would or wouldn't could or couldn't might أو might not وبعدين مصدر حالة التانية بتتكلم على حالة خيال توصف حاجة عكس الحاضر اللي انت في دلوقتي زي ما قولت كده انا فقير مش قادر اشتري عربية بقول لو كنت غني كنت اقدر اشتري ايه العربية دي دي اسمها حالة تخيلات كلها وطبعا حالة النصيحة لما قولك لو انا مكانك كنت اعمل كذا وكذا بس في الحقيقة انا مش هكون مكانك ابدا ولا انت هكون ايه مكان دي اسمها حالة تخيلات عكس الحاضر اللي انت فيه للوقت عليك ان تساعد اخوك اشتغل بف الحالة التانية من مستخدم لعطاء النصيحة قاعدة ستة اسمها لو انا مكانك اعمل كذا وكذا وكذا لو انا مكانك وتساعدت اخوي نروح على الجملة التانية يا شباب اللي هي بدون ما يساعدني او بدون مساعدته سوف ارصب يعني عايزينك قاعدة تسمها وانلس هي هي قاعدة لكن هنا منفية معناها اذا لم اول شرط في قاعدة انلس ان الجملة اللي بعديها وبشرة اللي هو النصف الاول من القاعدة يعني لازم تكون مثبتة ما ينفعش ينافي اطلاقا لي يا شباب لان انلس اصلا نفي ما ينفعش يجب نافين وربع معناها اذا لم يبقى نقول اذا لم يساعدني سوف ارصب انلس وبعدين هي عشان هنا هيز تبقى هي وانا اف بعديها ماضي بسيط تصريف تاني يبقى هل بد مي انلس هي هل بد مي اي وود اي فيل يبقى الجملة كده انلس هي هل بد مي اي وود فيل هم بيخسروا المطش كل مرة لانهما مش بيلعبوا كويس قاعدة اف التانية يا شباب بنوصف عكس الحاضر عكس المضارع يبقى لازم اقول عكس الكلام ده خليهم يلعبوا كويس ويكسبوا ببراه يبقى هم هنا قاعدة اف لو لعبوا كويس يكسبوا صح كده يبقى هم هيكسبوا امتى لو لعبوا كويس يبقى الجملة كده ذي وود وين سوف يفوزوا بالمطش يعني زي ماتش امتى اف ذي بلايد تبليه حطت اف هنا عشان هم جابة هنا ايه اما لو كانت كابتال اقول كده اف ذي بلايد لو لعبوا كويس زي وود وين زي ايه زي ماتش لكن اللي بيحصل العكس هم بيخسروا كل مطش لانه هم بيجي بنعبوا ايه كويس دايما في حالة اف التانية قول عكس الموجود عكس الحاضر واحد فقير مش قادر يشتري سيارة نخليه غني ويقدر يشتري ايه سيارة اف منال ده هو جايب لك قاعدة اف مشاء الله كاملة بس عايز برا انلس قلنا من شوية ايه انلس بتساوي اف لكنها منافي والجملة اللي بعدها انلس استحلق كمم في هنا الجملة دي من اسهل ما يكون اولا هنحزف اف نحط مكانها ايه انلس يبقى انلس مناء ونحزف النفي ده ونرجع الفعل اصله ماضي عشان احنا قلنا حالة اف التانية تصريف ايه تاني لما احزف كلمة من اي جملة لازم الفعل اللي بعدها يرجع اصله ايه ماضي لو ما كانت شافت التعبان ده ما كانتش جانيت بسرعة نفس اللعب اللي قلنا عليها هو مش قادر يشتري العربية لان هي ايه غالية نخلي العربية دي رخيصة ونخليها قدر يشتريها يبقى امتى يشتريها لو كانت رخيصة يبقى الجملة هنا في الجملة كده واحد يقول لي جيبنا وردي منين وقول لك في حالات التخيل حالات الخالية اللي هي استحالة تتحقق في الواقع دلوقتي يعني حالا زي ما قلت كده انا قصير مش عارفة لعب بسكتبول واحد يقول له لو انت كنت طويل كنت لعبت بسكتبول هل ده هيبقى طويل حالا دي حالة اسمها حالة تخيلات احتمال مستحيل التحقق دلوقتي يعني عشان كده بستخدم دايما كلمة انا ايه وير مع اي ومع هي ومع يو مع اي حاجة كلمة اي وير اي ضمير في حالة اف التانية حط معاك كلمة وير لو احنا محتاجينه في الجملة يجب ان تعمل بجد احنا قلنا يمكن استخدام اف التانية في النصيحة لو مكانك اشتغل بجد اف اي وير يو لو انا مكانك اي وود وورك اي هارد اف هي ديدن تيك كير لو ماخدش بالو هي وود هاف ان اكزينت هيحصل حدث اشتغل بانلس زي ما قلنا انلس هي قاعدة ايه اف لكن بعدها اثبات زي ما قلنا هنحزف اف ونحط مكانها انلس ونشيل ديدن ونحاول له ماضي توك كير يبقى انلس هي توك كير اذا ما خدش بالو وكمل الجملة التانية زي ما هي هي وود هاف ان اكزينت روح على نمبر ناين المتحف النهاردة مغلق مش نعرف ندخل المتحف اعزنا الانلس يبقى اذا لم يكن مغلق قلنا دخلنا المتحف يبقى انلس زي ما قلنا بقى خلاص في الماضي في الحالة التانية بتبقى وير يبقى وير اذا لم يكن يغلق نصيحة وان النصيحة سبتة حالة في التانية لو كنت مكانك كنت عامل كزا يبقى هو مش عارف يلعب بسكتبول لانه هو مش طويل هنخليه طويل ويلعب بسكتبول يبقى لو كان طويل كان لعب بسكتبول يبقى بقى جملة كده دي قاعدة F جهز يا شباب خلى بالكم عايزنا بكلمة كود كنت خدنا القادة بتقول عندنا كل التكوين ده كله بيسوا كلمة فانا هاحزف كلمة واحزف وحط مكانهم كود يبقى تاني يا شباب دي قاعدة F جهزة بس سؤال احنا قلنا قاعدة قبل كده ها بنشرح الجرامر ان would be able to بتسوي كلمة كود احمد احمد ربما يحصل احتمان يحصل على الجايزة لو العالم شاف ان الاختراع بتاعه اشتغل بكلمة وانا خدنا قاعدة بتقول ان كلمة would probably بتسوي might would probably بتسوي ايه might تبقى الجملة احمد might get a prize if the scientist saw his invention احمد might get a prize مصطفى would be able to run quickly if he exercised every day نفس الكلام would be able to بتسوي كود يبقى مصطفى مصطفى could run quickly if he exercised every day وانا doesn't have a smartphone مونة معها شمارتفون شي كانت ترانسفير مني تو هير سيستر عشان كده مش عارفة تحول فلوس لاختها نخلي معها سمارتفون ونخليها تحول فلوس يبقى if مونة هاد تصريف تاني بتاع هاد سمارتفون she could ترانسفير مني او she would ترانسفير مني تو هير ايه سيستر يبقى جملة كده if مونة هاد سمارتفون she could ترانسفير مني تو هير سيستر عادل كانت تجو تو سب بارتي as يعني because he doesn't have free time عادل مش هروح الحفلة لانه ما عندوش وقت فراغ نخليه روح الحفلة ونخلي عند وقت فراغ يبقى if عادل هاد فري تايم لو كان عند وقت فراغ هي could go تو تا بارتي وعازب كلمة a بور اما ننفي الجملة دي نخليها weren't بور او نقول ننفي كلمة f نخليها ايه نفي unless unless i wear بور لو لم اكن فقير i would buy زاد كار يبقى الجملة كده unless i wear بور لو لم اكن فقير i would buy زاد كار او نخليها نفي بتاع f بقى if i weren't بور لو لم اكن فقير i would buy اكار الاتنين صح يا شباب perhaps if omar can he would pass the test احنا قلنا قاعدة ان كلمة perhaps وكلمة would بيسو might فانا احزب بس perhaps وما كان would وحط might بقى الجملة if omar he might pass the test if omar he might pass the test رحمة doesn't play tennis well نبتلعبش tennis كويس وعشان كده هبتاخدش اي ميداليات هنخليها تلعب tennis كويس وتحصل على ميداليات يبقى if رحمة play tennis well لو رحمة لعبة tennis كويس she would get a middle if رحمة play tennis well she would get a middle سيادتك مش هتقابل المدير النهاردة لان هو خارج البلاد ابرود يعني خارج البلاد والامتى قابله لو ما كانش خارج لو لم يكن خارج البلاد لو كان جوا مصر يوود او يوود او ميت يبقى اسراء مريضة لان هي تاكل طعام ايه من الشارع جنك فود طعام اللي هو في المحلة السريعة وكده يعني فعايزانها ايه كلمة يبقى اسراء ها في اسراء ايه يا شبه عندنا تمام عشان الجملة ماضي بس مانفي لو ما كانتش تاكل بقى ما كانش تبقى ايه عيان اخر جملة انا فقير مش قادر اشتري هذا الكتاب وخلي لك الجملة دي تبدو لك ان هي اثبات لكن هي نفي ان هو ايه فقير لن يستطيع ان اشتري حتى الكتاب ده يبقى هنخليه غاني ويشتري كتاب يبقى انا لو كنت غاني كنت اشتريته يبقى ايه لو كنت غاني ايه ذات ايه بوك كده الحمد لله خلصنا الجرامر الخاص بتلاتة يوني تلات عشر واربعتشر وخمست شاء الله الفيديو الجاي هنكمل باقة التلاتة الاخرين خلال شباب بعد كده في فيديو مميز عن والإيميل ان شاء الله بإذن الله اتمنى الفيديو يكون مفيد لكم من التوفير الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته